واختتمت على ملعب الفقيد حسين باوزير في المعلى بعدن بطولة الاستقلال لكروية الخامسة لمرافق ومؤسسات الدولة التي نظمتها وراعتها مؤسسة موانئ خليج عدن وأن مشرف عام اللجنة المنظمة عفيف مهدي كل من سهم في إنجاح البطولة ناقلا لهم تحيات الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن محمد علوي وراعي ومنظم البطولة للفرق التي شاركت وكذلك فريق شمسان لصدافته البطولة على ملعبه مؤكدا أن مؤسسة موانئ خليج عدن عازمة على أن تستمر هذه البطولة في الأحوام المقبلة موضحا أن البطولة أصبح لها جمهور ينتظرها سنويا وهو ما يؤكد نجاحها عند جمهور كرة القدم في العاصمة المؤقت عدن